اشتركوا في القناة في جميع أنحاء العالم حالة النهاردو المرامج التريند حلقة مهمة جداً لننتكلم في تفاصيل ووقائع مهمة جداً بخصوص مباراة الأهلي ومنتخب السويس بالأمس في دور الـ 32 لكأس مصر في حالة تحكمية ممكن أثارت تجدل كبير جداً في الأوساط القروية مش في مصر بس خارج مصر وفي ردود أفعال واسعة على القرارات التحكمية الجدلية بخصوص الخطأ الفادح في تضيق القانون من طاقم تحكم مباراة الأهلي والسويس كمان هنتكلم النهاردو على الخبر الرسمي والقرار المعلن صباح اليوم من الاتحاد الدولي فيفا بتنظيم فعاليات تكأس العالم للأندية اللي هيشارك فيها النادي الأهلي بإذن الله في نهاية هذا العام في مدينة جدة تم اختيار مدينة جدة بشكل رسمي لصدافة فعاليات تكأس العالم للأندية والنادي الأهلي الحمد لله ضيف دائم وثابت في تكأس العالم للأندية وتركها هي النسخة الأخيرة قبل بطولة كأس العالم المجمعة في 2025 بمشاركة 32 نادي حالة فيها كواليس مهمة جداً وهنتكلم في تفاصيل مهمة وكالعادة هتسمعوا مننا أخبار وكواليس حصرية عبر شاشة قناة الأهلي من خلال برنامج التريند لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم ومعننا داخلين على عيد الأطحى المبارك ومناسبة جميلة جداً ممناسبة العيد عايز أعرف حضراتك يعني رأيكم في ما هي ذكرياتكم مع مباريات الأهلي في الأعياد تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحات القناة على الفيسبوك وتويتر وإنستجرام والإجابة على هذا السؤال كل واحد بايولنا ذكرياته مع الأهلي في الأعياد وبالمناسبة عندنا مباراة مهمة جداً في الدوري يوم الخميس اللي جاي هيكون تاني أيام العيد في مباراة مهمة مع البنك الأهلي في مباريات الدوري العام كل واحد بايقول ذكرياته وفي الفقر الأخير أنا أستعرض أكبر قدر من يعني أراءكم وذكرياتكم مع الأهلي في العيد وأنا واثق طبعاً كلها ذكريات سعيدة لأن الأهلي كان دايماً عنوين الصحف والمواقع الأهلي يعني بيفرح جمهوره في العيد وما كانش فيه نتائج سلبية عشان يعكسين على جمهوره في مناسبات العيد وده على مدار سنين كثيرة في الفترة الماضية لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في ترند الأهلي الفريق راحة من التدريبات اليوم وكمان كولر يحدد خطة الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي وفي الترند العالمي ريال مدريد يعلن تجديد عقد مودريتش قبل ما روح كده للترند العالمي ولقيت خبر عن مودريتش كنت متوقع ألاقي خبر متعلق بانتقاله لأحد أنديت الدوري السعودي ولكن اليوم النهاردة معنا خبر جديد الريال بيحافظ على أحد نجومه لوكا مودريتش مستمر مع ريال مدريد خلال السنوات المقبلة طيب استعراض مباريات اليوم والنهاردة في المباراة التالية أو المباراة التانية في نصف نهاية كأس الربطة الساعة 8.30 إن شاء الله مساء اليوم سيراميكا كيليوباترا هيستضيف الاتحاد السكندري الفاس في هذه المباراة هيواجه المصري البورسعيدي في نهاية كأس الربطة والتي لم يتحدد موعد هذه المباراة حتى الآن أتمنى طبعا كل التحية والتقدير لفريق سيراميكا ولكن نفسي أشوف نهاية بطولة فيها نادي شعبي لما يكون المصري بيلعب الاتحاد والمباراة دي لو بحضور جماهير تخيل بقى أنت جماهير اسكندرية مع جماهير برسعيد هتبقى الأجوال جماهرية زي ممتعة في نهاية كأس الربطة ما بين المصري والاتحاد ولكن نتمنى كل التوفيق لفريقية اليوم سيراميكا كيليوباترا والاتحاد السكندري دي أبرز مباراة النهاردة في مباراة كأس الربطة والأسبوع اللي جايك كمان تم تحديد مباراة الدور ربع النهائي لكأس مصر في انتظار مواجهة الأهل والداخلية في دور الستاشر والفايز علاقة بالفايز بين المصر وحرص الحدود في دور التمني طيب نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع لفقرة مهمة جدا فيها كواليس وتفاصيل وهنتكلم عن أكثر من محور سواء محور متعلق بالتحكيم كلام مهم جدا لأهل بعد الفوز على السويس وكمان التحضير للفترة اللي جاية محليا أو حتى دوليا الأهل فاز وتأهل إلى دور الستة عشر لمباراة كأس مصر الموسم الحالي موسم عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين الأهل هو حامل اللقب هذه البطولة بعد الفوز على برمج في نهائي كأس البطولة الماضية وبالتالي يدافع عن لقبه في بطولة كأس مصر العام الحالي المباراة كانت صعب على فكرة وأنا قلت مباراة الأهل والسويس مش هتكون مباراة سهلة على الورق البعض يعتقد المباراة ممكن تكون سهلة للفارق الفنية التاريخية أنت بطل إفريقيا بطل الدوري بالنسبة كبيرة السويس حاليا بيلعب في الدرجات الأدنى من الدور الممتاز فعلى الورق ممكن تكون مباراة سهلة ولكن لو تبص على معطيات المباراة والأداء اللي ظهر به فريق السويس وحارس مرمى فريق السويس لا مباراة قد صعبة جدا وكانت دقيق قليلة جدا والفريتين يروحوا للإكسترا تايم والله أعلم كانت ممكن يكون فيه كمان رقلات جزاء الترجحية يمكن طبعا حارس السويس عمل مباراة كبيرة جدا تصدى لضربة جزاء من رمي ربيعة تصدى لأكتر من تزديدة وأكتر من لعبة خطر للآله ولكن مباراة قدر النينجا حسين الشاحات يعني فرحة التجديد وفي أول مباراة عقب التجديد يكون النتيجة هدف وفوز وتأهل إلى مرحلة الدور الستة عشر عشان يواجه الآله فريق الدخلية طيب المباراة أكيد يعني كان فيها تفاصيل كتير وحالات فنية كتير ويمكن كولر إمباراة غير في طريق اللعب شوال لما بدأ بتلاتة في نص الملعب إن شاف المباراة مش محتاجة تلعب بتلاتة في نص الملعب دي نقاط فنية لكل إمباراة هتكلم فيها ولكن لازم كده تطلع لنا حالة وأنا قلت أب كده والله كل ما بسكت لازم يبعط لنا حالة نوع بنتكلم عليه وإحنا مش بنتصايد الأخطاء ولكن هي الناس اللي في الموجودة في لجنة الحكام ما تفهمش بقى عدم توفيق عدم تخطيط فبالتالي ربنا بيجازي كل واحد على شغله وعلى أداءه النيات ممكن ما تكونش كويسة فلازم يحصل خطأ عشان الناس كلها تتكلم عليه ولكن الأخطاء اللي ممكن تحصل في مباراة الكورة وردة يعني أي خطأ تحكيمي بيبقى وارد ولكن لما توصل لمرحلة خطأ في تطبيق القانون دي مش خطأ وارد ضفضيحة أو كارسة من مبارح للنهاردة مستنى شوف بيان اعتذار من مجلس دارة اتحاد الكورة أبدا ضمكم الحالة اللي هتكلم عليها ضربة مرمى من محمد الشناوي وإيس فجأة الحكم المساعد التاني الكابتن وليد حميد يرفع الراية والكابتن يشامل فلال مش فاهم فيه إيه فيحسب تسلل حسين الشحاية حافظ القانون ياسر إبراهيم حافظ القانون كابتن سار عبدالحفيز مبارح بيقول للحكم والله تعطيق معاكم على الشاشة بقول له يا كابتن هو فيه تسلل من ضربة المرمى أهو يعني ده ضربة مرمى يا كابتن يشام فيه تسلل طبعا بجوار الكابتن سيد ده كابتن محمودة بالصعود الحكم الرابع لسه صاعد من الدرجة التانية للدرجة الأولى ويعني الكابتن توفيه السيد بيدي له مطشاط مهمة كمان في التوقيت الحالي طيب فيه تسلل من ضربة المرمى لا طبعا يعني أولا التسلل لا من ضربة مرمى ولا من ضرب باروكنية والقانون واضح ومعروف ولا حتى رامة التماس فيها تسلل فأنا مش قادر أتخيل إن الخطط يحصل مبارح والغاية اللحظة اللي بتكلم معاكم فيها مفيش بيانة اعتذار من مجلس إدارة اتحاد الكورة مفيش بيانة اعتذار من لجنة الحكام سيبكم من بيانة الاعتذار يبدو أن الناس مش متعودة أنها تعتذر لكن بعد الخطأ اللي حصل مبارح ده اللجنة لسه مكملة الغاية دلوقتي طب حد يفهمني إزاي يعني حد يقنعني ويقول لي علي أساس لجنة الحكام اللي موجودة دلوقتي لسه مكملة الغاية اللحظة اللي بتكلمكم فيها الساعة 15 انتوا عارفين الخطأ ده تأثيره إيه على هيبة التحكيم المصري وصورة التحكيم المصري أمام كل المسؤولين عن الكورة في العالم عارفين يعني إيه تسلل من ضربة مرمى احنا وصلنا لمرحلة والله العظيم الواحد بيحاول يختار كلمات توصف الحالة اللي احنا فيها لا بيانة اعتذار من الاتحاد ولا بيانة اعتذار من اللجنة ولا قرار من المجلس الاتحاد برئاسة دلسوة جمال علامة جاه اللجنة ولا قرار حتى من رئيس اللجنة البرتغالي فيتر بيريرا على أعضاء اللجنة اللي شغالين معاه الناس بتتعامل عادي جدا على فكرة اللي حصل ده يعتبر وصم تعار في تاريخ الحكم البرتغالي فيتر بيريرا ولو هو مش فاهم ده احنا بنقوله ده لعله وعسى يتحرك لعله وعسى ياخد قرار ضد اللي عين الناس دي في المباراة دي أو ضد أعضاء اللجنة اللي شغالين معاه اللي كانوا عاملين معسكر في برسعيد من كم يوم والأخطاء زادت قوي من بعد فترة المعسكر مش عارفين ليه لا اعتذار ولا قرار ولا استقالة ولا إقالة انتوا جمعة جايين تحذروا يعني صمعة المسابقات المصرية إلى هذا الحد أو إلى هذا المدى عدم الاهتمام بيها وعدم الاعتراف بالخطأ اللي حصل انبارح ده عامل زي مدرب بيقود فريق وخسر 6-0 أو 7-0 أول قرارة يتاخد بعد المدرب يقدم استقالة أو الإدارة تقيل المدرب ده ألف به اللي حصل انبارح ده شبيه لده أنا مش بقول ده خطأ تحكيمي عارفيني عن ايه خطأ في تطبيق القانون انت وصلته المرحلة مش فاهمين القانون مش عارفين القانون بيقول ايه وبعدين الكابتن وليد حميد المساعد لو مش مركز الكابتن يشامل فلال فين يعني الكابتن يشامل فلال فين ده انتباصس على الشنا وهو بلعب ضربة المرمى وعارف ان هي ضربة مرمى انت مبارح من كتر ما انت عملت صفر على اي لعبة ضربة روكنية ضربة مرمى رمي التماس ما بقيتش عارف او احنا مبقاش عارفين هي الصفرة دي على ايه يعني انا مبارح لفت انتباهي كابتن وصل عباس اتكلم في نقطة فلالنية مهمة جدا قالك كل ما بقى فيه ضربة مرمى الحكم بيصفر فانا افتكر ان فيه قرار من المساعد في تسلل او فيه حاجة انا مش فاهم لانه جرى العرف واحنا عارفين ان ضربة روكنية الحكم بيشاور ياما على اليسار ياما على اليمين ضربة روكنية من ناحية الليمين او ضربة روكنية من ناحية الشمال ولكن صفار على ضربة روكنية ده إيه لها يعني ده أعطاقي الدليل دامغ ودليل يعني مادي ان الحكم اللي موجودين على المستوى العملي على مستوى الشغل انا بتكلم على حكم بتكلم على مساعد بتكلم على حكم رابع وبعدين بقى عايز اقول قليلا حاجة عشان بس الناس في اتحاد الكورة تصحصح كده معنا وتحس وتشوف الكوارث اللي بتحصل في الدور الأخير في اتحاد الكورة والدور الأخير ده مقر لجنة الحكام عشان الرجل فيتور بيريرا يبدو ان هو مش واخد باله من اللي بيحصل وانا صعبان علي الدولارات اللي بتتصرف على واحد مش قادر ياخد قرار إداري مش قرار فني قرار إداري على الكوارث اللي بتحصل في الدور المصري وانا مع تجربة الحكم الأجنبي أو الخبير الأجنبي بس خبير أجنب يجي يطور يا جماعة مش أي واحد مع جنسية أوروبية يجي يطور وخلاص يا إما يجي حد بجد يطور وياخد فلوس يستحقها يا إما لأ نشوف حد تاني غير الرجل ده يجي بقى أسباني إيطالي ألماني أي أن كانت جنسيته بس حد يجي يشتغل بجد مش العاك اللي احنا شايفينه ليه المصيبة اللي حصلت انبارح دي هتعدي الكابتن الشام الفلال كان بيدير مباراة المحلة وبراميدز يوم واحد وعشرين خمسة في الإسبوع التسعة وعشرين وحسب فاول من خارج منطقة الجزاء معنا أنك تحسب فاول من خارج منطقة الجزاء يعني الفار هيدخل عشان حاجة واحدة بس يبقى فيها قرطة أحمر ما ينفعش الفار يتدخل ويلغي الفاول لأنه ده فاول من خارج المنطقة لا رقلة جزاء ولا هدف ولا تسلل ولا هوية في مسألة الطرد المباشر احنا عارفين حالات البروتوكول المتعلقة بالفار واللي نص عليها الآيفاب بينا حافظينها وعارفينها كويس جدا بس يبدو لإحنا حافظينها أكتر من الحكام نفسها الكابتن هشام الفلال راح رجع للفار فإحنا قلنا بس هو مداش إنذاره على كارتة أحمر فالفار بيستدعي عشان يدي كارتة أحمر لا الفار استدعاه كان ساعت أعتقد على الفار الكابتن علاء صبري وبرضو الكابتن علاء صبري وعمره مصفر مطشط في الدوري ما برضو دي من الحاجات اللي أنا بتكلم فيها بقى لها أكتر من سنة ويبدو إن الناس في الاتحاد ما بتسمعش ومش واخدى بالهم اللي إحنا بنقوله ورجع الكابتن هشام لغى الفاول لغى الفاول يعني خالف بروتوكول الفار بروتوكول الفي آر تقنية الفيديو اللي نص عليها الآيفاب الكابتن هشام الفلال خالفها يوم واحد وعشرين خمسة في الإسبوع التسعة وعشرين بين المحلة أنا قلت بقى هيتوقف هيستبعد على قل شهر لا بعدها بإسبوع لقيته بيتم تكريمه وجوده حكم رابع في مباراة الأهل والسيراميكا اللي قدرها الكابتن محمد عادل وهو لما يخطأ خطأ زي ده يريح شوية يستبعد شهر مطشين تلاتة لكن تحطه حكم رابع بعدها بإسبوع في مطش الأهل والسيراميكا يبقى مليون علامة استفهام على تعينات الكابتن توفيه السيد للحكام هنا الأمور مش أمور فنية في حاجة غلط في حاجة اللي التحاد لازم يحقق فيها مع أصل علاقة اللي بتربط أعضاء اللجنة بالحكام كده أصبحت مش علاقة مبنية على الشغل والأمور الفنية لما حكم يرتكب كارثة ويخالف بروتوكول الفار وبعدها بإسبوع يكون حكم رابع في مباراة كبيرة للأهل ويكون حكم رابع مع الكابتن محمد عادل كده الأمور مش أمور فنية يعني أنا بطالب اتحاد الكرة يحقق مع أعضاء اللجنة ومع الكابتن توفيقه يفهم الأخطاء دي إزاي ما فيهاش عقوبات إزاي بيتم تكريم المخطئ إزاي ما فيش عدالة ما بين الحكام طيب ده الكابتن هشام يوم واحد وعشرين عمل الكارثة دي وقدار مباراة يوم سبعة وعشرين خمسة أدار مباراة يوم واحد وثلاثين خمسة الجيش وسموحة الله لا ده فيه حاجة بقى يعني الراجل عمل كارثة الفاردي وواحد وعشرين خمسة بعدها بإزبوح حكم رابع في مطش الأهل وسراميكا بعدها بتلات أيام بيدير مباراة الجيش وسموحة في الأسبوع التلاتين فطبيعي ألاقيه في مطش الأهل مبارح ما خلاص بقى الراجل بيتم تكريمه على الكارثة اللي عملها في مطش المحلة وبيراميدز ده لغة الفاول اللي ده بناء على تقنية الفيديو اللي هي أصلا مش من حقها تراجع فاولات مش من حقها تراجع فاولات وإحنا مش عارفين الكابتن علاء صبري أصلا استدعاها عشان كارثة أحمر ولا عشان يلغي الفاول ما هو لو كمان استدعاها عشان يلغي الفاول تبقى مصيبة أكبر ويبقى الراجل اللي بيحكم مش فاهم قانون واللي قعد على في غرفة الفار مش فاهم البروتوكول بيقول إيه طيب جي يحكم مطش الكاس لو معنا لقطة للكابتن يشام الفلال هو بيدير مباراة الكاس بصوا على كل مباراة دور الـ 32 كل الحكام لعبوا بدون السماعات كل الحكام لعبوا بدون السماعات لأن كان الاتحاد أو كانت اللجنة قالت هلعب الدور ده بدون تقنية الفيديو عشان أدي للحكام الصعادين والواعدين فرصة لإدارة المباراة طيب مطش مبارح لقيت كابتن يشام الفلال وكل الطاقم اللي معاه معاه سماع أكتر لقطة هتبقى واضحة لنا لو كابتن يشام مش هتقى هي اللقطة دي بصوا السماعات مع الأربعة يعني بصراحة كابتن يشام لابس السماعة كابتن محمد مجد سليماني المساعد الأول اللي عمل مباراة كبيرة جداً على فكرة عشان برضو إيه أدي له حقه لو الطاقمه كله عمل كارسى الرجل ده كان عمل مباراة كويسا لابس السماعة كابتن وليد حميد لابس السماعة على فكرة كابتن وليد السندي أنا أول مرة أشوفه في الماتشاط على فكرة يعني المتالي ما شفتوش في الدورة السنية دي ما علينا برضو تعيينها غلط كابتن محمودة بالصعود الحاكم الرابع لابس السماعة ويبدو كده العلاقة القوية اللي بتربط الكابتن محمودة بالصعود بالكابتن توفيه السيد هي اللي خلت الطاقم يطلع بالشكل الشيك ده يلبس السماعة لأن الكابتن محمودة بالصعود الأول على الجمهورية من حوالي شهرين وترقى من الدرجة التانية للدرجة الأولى وأنا على حسب معلوماتي يعني وبعلاقاتي باللجنة أن الكابتن محمودة بالصعود بتربطه علاقة قوية جدا بين الكابتن توفيه السيد والكابتن توفيه السيد بيعتمد عليه بشكل كبير جدا ادى له قبل كده حاكم رابع في مباراة كان فيها فار وده ما كانش ينفع امبارح بيحطه حاكم رابع بس هو السؤال الكابتن توفيه أنت لو بتصخ فبالصعود الثقة العامية دي طيب ما قلت تدي له مباراة مبارح ده ساعة حتى على قال لك أنه هنشيد بقرارك لأن الرجل لسه مترق من الدرجة التانية للدرجة الأولى ودرجاته الفنية الأول على الجمهورية ما بين كل حكام مصر يعني أعتقد كان الأفضل أنه يدير مباراة مبارح ما علينا ولكن لو تبصوا على الأخطاء دي كلها ولو تبصوا على اللي بيحصل في تعينات الحكام للمباريات لا في حاجات غلط والقصة ما بقيتش لايه علاقة بالأمور الفنية القصة لايه علاقة التفاصيل تانية أتمنى اتحاد القرى يحقق فيها حد في الاتحاد يصحى ويركز مع اللجنة لأن احنا وصلنا المرحلة أنه عد 24 ساعة أنا على المستوى الشخصي من خلال شغلي شايف الحالة دي موجودة في جروبات حكام أفرقى موجودة في جروبات صحفيين أفرقى موجودة في جروبات صحفيين في أوروبا يعني هتتحركوا إمتى؟ هتاخدوا قرار إمتى؟ يعني إذا ما كانش فيه اعتذار من اللجنة على الخطأ اللي حصل مبارح إمتى يطلع قرار بإقالة اللجنة دي؟ سيبكم من قرار إقالة اللجنة الراجل البرتغالي أنا عايز أعرف رد فعله على اللي حصل مبارح ده يعني فيتور بيريرا الراجل ده المفروض ليه تاريخ في البرتغال وليه تاريخ في الاتحاد الأوروبي وراجل كان نفس الجيل بتاع كتن جمال الغندور وراجل ليه سوالات وجوالات في إدارة المباريات في السنوات اللي فاتت ولكن يبدو أن الراجل ده على المستوى الفني لا أنا مش هايف له أي وجود وإحنا جايبين راجل من أوروبا ياخد دولارات بالعملة الصعبة وياخد فلوس بالعملة الصعبة عشان يعمل لنا معسكر وينظم جدول ويعمل لنا تصنيم في الحكام إيه؟ إيه اللي بيحصل ده؟ يعني أنا استعرضت مباريات للكابتن يشامل في الليل بأخطاء لقيت الراجل بيقرم مبارح الطاقم الوحيد اللي لبس سماعات في دور الـ 32 رغم أن كل المباريات 16 مباراة ب16 أطقم تحكمية لعب مباراة الكسب محدش فيهم لبس سماعة اشمعنا الطاقم ده مبارح لبس سماعة أنا بسأل وأنا عارف محدش هيجاوب ومحدش فيك ويتصل بيا يعني أنا كتير جدا باطلع أنتقد وأقول قرارات ومواقف ويتصلوا ويبرروا وبيبقى تبريراتهم كلها غلط وأنا بقول لكم بعد كده يا جماعة بعد إذنكم مش محتاجين تبريرات محتاجين قرارات ياما تطلعوا بيان اعتذار ياما تستقيلوا ياما اتحاد القرى ياخد موقف معاكم لكن اللي بيحصل ده عيب عيب حق التحكيم المصري على فكرة وإحنا هنا لما بنتكلم على التحكيم الهدف الأساسي بتاعنا إصلاح المنظومة وأنا عارف أن اللي فيه المنظومة التحكمية دلوقتي ده ده نتيجة أخطاء مترقمة من سنتين ثلاثة عشان برضو ما روحش على فكرة أن الأخطاء ده كلها بسبب المجموعة اللي بتدير لا ده أخطاء مترقمة فترة الكابتة العصام كانت فيها أخطاء كتيرة وإحنا دلوقتي بنجنس مرها على فكرة يعني عموما أتمنى بعد العيد قبل العيد النهاردة بكرة يكون فيه قرارات لكن الموضوع ده ما ينفعش يعدي لما نخلط في تطبيق القانون لا ده سمعة الدور المصري وسبعة المصابقات المصرية ما ينفعش يبقى فيها الزور طيب منتخبنا الأولمبي عنده مباراة مهمة جدا حلام في المغرب وهي تصفيات مؤهلة لأولمبياد باريس بالأمس كانت فيه مباراة ما بين مصر وإن نايجر ويمكن تركيز للأسف كان غايب عن العيبة في اللحظات الأخيرة في اللمسة الأخيرة مباراة انتهت للأسف بالتعادل السلبي لكن إن شاء الله بإذن الله منتخبنا يكون قادر على الفوز على مالي وعلى الجابون محتاجين الست نقاط إن شاء الله بإذن الله عشان نتأهل للدور التالي طبعا المجموعة تصعبت أكتر والمباراة القادمة تصعبت أكتر لأن مباراة مالي فازت على الجابون بتلات أهداف مقابل هدف أنا معي على التليفون الكابتن محمود ده حرب المدير الإداري لمنتخبنا الأولمبي كابتن محمود مساء الفل عليك ألو طيب يبدو لسه كابتن محمود مش جاهز معي طيب قبل ما أروح للمنتخب الأولمبي عندي كمال موضوع تاني عايز أتكلم عليه من النهاردة الاتحاد الدولي الفيفا أعلن بشكل رسمي بالاتفاق مع الاتحاد الصعودي لكرة القدم على رجعنا طيب نروح لمنتخبنا الأولمبي ونتكلم مع الكابتن محمود ده حرب كابتن محمود مساء الفل كل سنة وانت طيب وحضرتك طيب كل سنة وحضرتك طيب يا رب بإذن الله تكونوا موفقين في بطولة المغرب ويكون عيد سعيد عليكم يا رب إن شاء الله في المباراة المقبلة بإذن الله إن شاء الله وعلى الشعب المصري كله إن شاء الله بإذن الله طيب مباراة الأمس وطبعا النتيجة لم أحد يتوقحها خاصة الأداء كمان كان فيه فرص عديدة عايز أعرف تعليق الجهاز الفني اللي استعداد كمان لمباراة منتخب مال ومباراة صعبة جدا خاصة بعد فوز مالي بالأمس على الجابون والله الحمد لله طبعا أهم حاجة إن كل العيبة السلام دي أهم حاجة تمام زي ما حدتك شوفت الماتش ماتش غير متوقع بالنسبة لنا طبعا إحنا نزدين على الفوز والمكسب لأي ماتش نلعبه بنلعب عليه على المكسب سوحز مش طبيعي خمس كور في العرضة أي واحدة منهم كان قادرة إلي بالماتش طبعا إحنا مسيطرين تقريبا على ثمانين في المائة من المباراة ده العيبة بصراحة كان كويس برضو كورة ما بتعترفش غير بالمكسب ما بتعترفش بالكورة الحلوة أنا معاك كبيرا في الموضوع ده لكن هذا ده قدرنا ودي كورة ومتعة الكورة أن إحنا نشتغل ونستمر بالشغل وعشان إن شاء الله ماتش مالي زي ما أنت بتقوله هو ماتش صعب مالي لكن إن شاء الله ربنا هيكرمنا أنا متأكد نشغل كويس جاهل أستني لعيبة إداريين كابتن بركات معينا مستيبنا مع الوزير على صلبنا يوميا يعني كل حاجة متوفرة والأجواء الكويسة بصراحة بس هو طبعا هي ده كورة القدم ساعة الحظ هيوف معاك وأكيد الحظ مرة هي معاك ومرة عليك فربنا يكرم إن شاء الله في اللي جاي طيب برضو عايز أعرف يمكن ميكالي حتى مبارح تكلم مع اللعيبة قال لهم إيه طبعا أكيد ممكن يكون في حالة إحباط بعد نهاية المباراة هل بقى فكرة تجديد الدوافع تفرجوا مبارح على مباراة مالي من الملعب يعني عايز أعرف الكواليس اللي بعد نهاية المباراة بالضبط يا كابتا طبعا أعرف أن بعد المباراة ما حدش بيكلم حد يعني مثلا في الكورة بيزداد لأن كله ممكن أعصابه تبقى الشمال المدى الزعلان بتختلف طبعا أول هم حاجة بعد كل ماتش وحاجة زي كده كل الناس في عراسكو لسه الدنيا ما انتهتش يعني مش نهاية الكون يعني ده لسه أول ماتش في المجموعة لسه الأمل موجود وكل حاجة يعني إن شاء الله ماتش كان ماتش مالي بعدينك نفس الأستاذ فالجهز تبني بالكامل قاعد اتفرج على المباراة في الأستاذ واللعيبة تفرجت هنا في الفندق شفنا طبعا الماتش لكن دايما بقولك إحنا حاملين لقب وجايين إن شاء الله ناخذ البطولة فهنكسب أي حد مفروض يكون ده ما بدأنا وده اللي كانت مباركات على هولهم قال لهم خلاص صرف عراسك ماتشو خلاص إن شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي ما فيش مشكلة وإن شاء الله خير وأنا برضو حتى اتكلمت معاهم إحنا جماعة جايين هنا نكسب يعني ما عندناش حل غير كده وإن شاء الله ونتقهل من بريد يعني إن شاء الله ربنا يسهل يعني هل لكم تعليق أو في شكوى ضد الحاكم السنغالي لقدر مباراة الأمس أنا مبارح شوفت ممكن فيه أخطاء تحكمية حتى الإعادات التلفزيونية لللقاطات ما كانتش واضحة عشان ممكن الفري يتدخل أو ما يتدخلش يعني ليكوا تعليق على القرارات التحكمية الحاكم السنغالي وإدارة المباراة الأمس بص إحنا مش هنتكلم عن التحكم أنا طول عمري بقولهم كده اللي يكتب يكتب في أي دارة وإي حاجة طبعا فيه أكيد التحكم ده كنت مجموعة فيه مشاكل أشوية طريبة لغنا كبار وقف يعني كان فيه برضو حاجات غريبة لكن يعني هو ديست مال أما هنعلق عليك الساعة فيه مشاكل لكن مش فيه دينا يعني ما فيش الأخطاء كاريسية مثلا وفيه حاجة لأنا يعني الطبيعي لكن برضو زي ما هو قولك إحنا لازم نكون بكتب أن إحنا نكسب في أي ظروب في أي مكان أي مع أي حاجة لأن البطولة جامدة وصعبة والمتخبات زي ما تعارفوا والمتخبات عفريخي خلاص ما بقاش فيه فروع جامدة زي 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 ما ده كلهم عندهم محترفين وكل فرعا عندهم محترفين وفي السن ده المشتوات بتبقى وريبة كمان من بعض فربنا يسهل في اللي جاي إن شاء الله أكيد طيب أنتوا لسه مكملين في طنجة حتى يعني آخر مباراة تلات مباراة كلهم في طنجة ما فيش تنقل للرباط لا 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 ما فيش إن شاء الله يعني لا أطبر الله لو طلعنا ثاني مجموعة هي دي بس الحالة الوحيدة اللي هنرجع هنروح فيها على الرباط لكن لو طلعنا أول مجموعة هنبدأ موجودين في الرباط إن شاء الله طيب النهاردة كان فيه فيجي كونفرنس هنبدأ موجودين في طنجة لسه موجودين في طنجة الحمد لله طيب النهاردة كان فيه فيجي كونفرنس ولقاء مهم جدا لوزير الشباب وليه دكتور أشرف صبحي مع الجهاز الفني واللعيبة والبعثة بالكامل أبرز الكلام اللي ممكن يكون يتقال من الوزير لللعيبة والجهاز الفني رد الفعل حتى من البعثة بشكل رسمي بوجود كابتن محمد برقات عشان التحديات اللي موجودة خلال الفترة اللي جاية هو كان مبارح الكونفرنس ده كان مبارح عامل المباراة وحبس اللعيبة طبعا على أهمية المكسب وأن احنا بنمثل مصر وإن شاء الله ربنا يتمنا ونقدرنا مقاح للأولمبيات من المغرب هنا وطبعا ليه مبدو حل دكتور أشرف تقريبا معنا في كل مؤسكراتنا معنا متابع معنا يوميا كل حاجة بصراحة المال الوزير على التصالبنا دائم موفر لنا كل حاجة ومجلس الإدارة يعني حمد لله كل حاجة من الجانب الإداري والحاجات دي كلها متوفرة حمد لله مش حد معنا مؤثر في حاجة بإذن الله كابتن محمود ده حرب أنا بشكرك شكرا جزيلا كل التوفيلك يا رب في مباراة تمالي والجابون منتخبنا يقدر يقتنس 6 نقاط ويتأهل للدور التالي وتبقى مباراة يعني على أعتاب التأهل بإذن الله الأولمبيات باريس وما ننساش أن احنا جماعة حاملين لقب هذه البطولة في 2019 لكن عندنا سيقى ان شاء الله الجهاز الفن واللعيبة هيدر يتخطوا عقبة مباراة تمالي اللي فازت مبارح على الجابون وعندها 3 نقاط فهتبقى مباراة عنخ زجاجة بالنسبة لمنتخبنا وحتى المباراة بالنسبة كمان لمنتخب مالي طيب ده جزء متعلق به منتخبنا الأولمبي قبل ما أطلع للفاصل زي ما قلت لحضراتكم من النهاردة الفيفا والاتحاد السعودي أعلم بشكل رسمي خلاص أن البطولة كاس العامل أندية هتتلعب في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر وهتتلعب في مدينة تجدى على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية وملعب الأمير عبدالله الفصل نتمنى التوفيق رب للنادي الأهل في هذه البطولة وإن شاء الله بإذن الله هتبقى بطولة فيها حضور جماهير كبير جدا لجماهير النادي الأهل كنا نعرف أنه في جالية مصرية كبيرة في المملكة العربية السعودية والجمهور الأهلاوي في جدى هيصنع الحدث زي ما صنع الحدث في قطر في الإمارات في المغرب إن شاء الله جمهور الأهل هيكون هو البهجة اللي موجودة في كأس العالم للأندية في السعودية خلال الفترة اللي جاية نخرج إلى فصل وبعد الفصل نرجع نبدأ نشوف آخر أخبار الترند آخر أخبار الترند والبداية بترند الأهلي ترند الأهلي النهاردة البداية فيه التويتر اللي نشرها الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي وقالوا الاتحادان السعودي والدولي يعلنان إقامة بطولة كأس العالم للأندية فيفا عشرين تلاتة وعشرين في مزينة جدى خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل مرحبا بالعالم في جدى إن شاء الله بإذن الله تكون بطولة موافقة وكلنا نبقى سعاداء جدا بإقامة هذه البطولة تحديدا في المملكة العربية السعودية نظرا لمشاركة الأهلي والعدد الكبير جدا للجماهير الأهلوية في الجالية المصرية المقيمة في المملكة في الفترة الحالية طيب حساب المصر الرياضي ونركز في البوست اللي نزل النهاردة على حساب المصر الرياضي بخصوص محمد الشناوي لأن أكبر دليل إن الخبر ده فيك مضروب غير صحيح في تفصيلة مكتوبة في الخبر نفسه تأكد لك إن الهدف من كتابة هذه الأخبار إصارة البلبلة وعدم التركيز على أخطاء الغير والتركيز على نقاط داخل الأهلي لن تقدم ولن تؤخر ولكن الهدف منها بس إن احنا نخط سبوت شوية على بعض اللعيبة في الأهلي اللي ممكن عايزة تمشي اللي عايزة تجدد اللي بتطلب بعض الشروط تعالوا نشوف المصر الرياضي كاتب النهاردة في موضوع الشناوي بعد تمسكه بالأهلي أربع استثناءات لترضية الشناوي في عقده الجديد بصوا بقى الاستثناءات اللي هو بتكلموا عليها إدارة النادي هتعمل على تعديل راتب الشناوي داخل عقده الجديد اللي هو لسه أصلا معمول من سنة عشان يصل لخمستاشر مليون في الموسي الرقم غلط إلغاء بند نسبة المشاركة ليتقاضى الحارس أجره وهو على مقاعد دكة البودلاء طيب خذوا المفاجأة مركز حراسة المرمى في النادي الأهلي دون الخطف التفاصيل فيه تعامل مختلف تماما في نسبة المشاركة عن باقي أفراد الفريق يعني اللي بتكتب ده مش حاجة جديدة هتتعمل لا ده فيه تفاصيل منها بيتم الاتفاق عليها مع علي لطفي ومع مصطفى شوبير مع الشناوي كلام ده من بقى أكثر من سنة وسنتين وده أكبر دليل أن الخبر أساسا مكتوب غلط والهدف منه أنه يعمل بس بالبالة على فكرة أن الشناوي عد للعقد كمان بيقولك أصلا هيتم إلغاء بند نسبة حصول النادي على نسبة من ظهور اللاعب في البرامج التلفزيونية لا تعليق ماشي حساب كورا بلس تصرحات لبيتسو مسماني المدير الفني للوحدة الإماراتي أدلى بها للعديد من المواقع والصحف في جنوب إفريقيا وكورا بلس نقالها وقال فيها مسماني الأهل يعرف كيف يفوز بالبطلات إزاي؟ قال أن أدركت ذلك جيدا حينما كنت أتولى تدريب الفريق شخصية الفريق بتكون أكثر حسما في الأوقات الحرجة ما بالتالي الأهل يعرف كيف يفوز بالبطلات لأن مسماني هنا بيتكلم على شخصية الأهل وأداء لعبة الأهل وشخصية لعبة الأهل بتفرد نفسها على أي فريق وده إن ده اللي بيدل إن أي مدير فني بييجي بيتطبع بطباعي الأهل لأن الإنجازات اللي اتحققت في عهد مانويل جوزي اتحققت مع الكابتن حسام البدري اتحققت مع الكابتن محمد يوسف اتحققت في عهد فيلر اتحققت في عهد بيتسو موسماني واتحققت حاليا في عهد مارسل كولر طيب كمان بيتسو تكلم على تاو لأنه كان صاحب التفكير فيه انضمام تاو بعد راحة احتراف في إنجلترا وقال لم يكن لدي شك في تقلق بيرس تاو مع النادي الأهلي رغم إصاباته المتكررة لكن انا عارف اداة بيرس تاو هيكون ازاي مع الاهلي ودي اعتقد من اهم السفقات اللي بيتسو موسماني اضفها للاهلي في السنة اللي فاتت طيب حساب كورا إليفن بيتكلمه على احد اللعيب المعارة من النادي الأهلي الاهلي سيفقد خدمات نجمه سموه حيضع قراره النهائي امام مجلس الخطيب بشراء لاعب المارد الاحمر عقد تقلق اللافت رفقة النادي السكندري الكلام هنا بخصوص المهاجم حسام حسن كان تم اعارته مع تفعيل بند الشراء بند الشراء فيه دفع عشر مليون جنيه للآله إذا رغب السموحة فيه ضم حسام حسن بشكل نهائي وأعتقد مش هيكون فيه اختلاف على هذه الجزئية اللي لعنده كهرباء عنده محمد شريف فيه يعني مفاوضات جارية لضم مهاجم أجنبي خلال الفترة اللي جاية وبالتالي مش هيكون فيه مانع فيه الاستغناء وتفعيل بند الشراء بخصوص حسام حسن حساب يلا قورة مصدر ليلا قورة عودة عبد المنعم وتاو في مباراة الأهلي والبنك الأهلي كلنا عارفين إن مبارح في مباراة السويس منعم كان غايب بسبب الإيقاف لثلاث مباريات يعني ما لعبش ماتش السويس مش هيلعب مباراة الداخلية في دور الستاشر في حال التأهل لدور التمانية مش هيلعب مع الفايز ما بين الحرس والمصر تاو مبارح كان تم إراحته مبارح لعب خالد عبد الفتاح ما كان علي معلول محمد هاني لعب رغم أنه ما لعبش المباراة اللي قبلها فيه تدوير بيعمله مرس الكولر في الماتشات الأخيرة نتيجة طبعا ضغط الماتشات احنا عندنا أربع ماتشات مقبلة في أقل من عشر تيام البنك الأهلي في يوتشر الاتحاد الإسماعيلي ماتشات كلها صعبة جدا يلا قورة كشف برنامج استعداد الأهلي لمواجهة البنك في الدور وعلى غير العادة إنبارح كان فيه مباراة مع السويس كان الطبيعي النهاردة يكون فيه تدريب ولكن كولر إدى النهاردة الفريق راح بقرة يكون فيه تدريب الساعة خمسة قبل موعد الإفطار إن شاء الله يوم الأربع التدريب الأخير والدخول للمعسكر للعب مباراة البنك الأهلي يوم الخميس الساعة تسعة ونص آخر حاجة في التريند الأهلي اليوم السابع حمد فتحي يغادر إلى قطر للخضوع للكشف الطبي في الوقرة وأنا بقول لكم هذا الخبر غير صحيح مش غير صحيح في فكرة إنه انتقل إلى قطر لا هو خلاص الموضوع في الرطوش النهائية وتقدر تقول يعني خلاص كلها أيام والنادي الأهلي يعلم والنادي الوقرة يعلم بشكل رسمي عقب اجتياز حمد فتحي للكشف الطبي ولكن حمد فتحي لن يغادر إلى قطر قبل يوم الجمعة المقبل لأن الناس حالين في قطر دلوقتي واخدين أجازة ده بس بقول لكم عشان الناس بتكتب أخبار استباقية على فكرة إنه مسافر لا حمدي مبارح لعب مارش السويس موجود في القاهرة لغاية الجمعة اللي جاية ما فيش كشف طبي أصلا للناس في أجازة في نادي الوقرة حتى نهاية الأسبوع فلو فيه كشف طبي هيكون مع بداية الأسبوع المقبل هل ممكن حمدي يلعب مباراة البنك الآلي؟ ده هنشوفه يوم الخميس اللي جاية ولكن الجزء المتعلق بصفر حمدي أنا بقول لكم حمدي لسه في مصر وما فيش كشف طبي إلا مع بداية الأسبوع المقبل طيب تريند المحلي وملعب القاهرة 24 نتكلم على القرارات الفنية الغريبة اللي الاتحاد القرى كان عايز يعملها في مسابقات النشيين منها احتساب ضربات الرأس بهدفين يعني اللعب لو جاب ضربة لو فريق كسب أو فريق لعب وجاب هدف بضربة رأس الهدف ده يبقى جنين جديدة دي بصراحة هو ما لا أسمح لكن الركنية ايه آه يبقى الركنية ربع جون اتحاد القرى يتراجع عن القرارات الفنية للناشئين طبعا لازم يتراجع لأن الكلام ده بصراحة لو ما عرفش إزاي بيتم اتخاذه ومين أصلاً اللي فكر الفكرة دي هل دكتور جبال محمد علي المسؤولة عن التطوير والمدربين مش عارف هل فيهم دير فن الاتحاد وإحنا ما نعرفش والله ما عارف مين بيفكر الأفقار دي وبعده الأفقار دي لو هي بالشكل ده عشان تطوير أداء بعض اللعيبة ما كان العالم كله اشتغل كده يعني يا جماعة والله رفقاً بالقرى المصرية الكلام ده ما يفعش يطلع أنا بعيش فترة بشوف حاجات القرى المصرية يعني ما حصلتش في الستينات والسبعينات يعني الفترات اللي كانت القرى المصرية فيها أزمات بسبب الحرب وسبب عدم استيناف النشاط ما كانتش القرى المصرية وصلة للمنحنة ده وبالمستوى ده ماشي آخر حاجة في الترند المحلي يلا قرى عمل جدول ترتيب مجموعة مصر في التصفيات الإفريقية اللي بتتلاقي في المغرب تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد باريس مالي في الصدارة 3 نقاط بعد الفوز على الجابون 3 واحد مصر والنيجر بيتقاسموا المركز الثاني لكل ممتخب نقطة ودي نتائج الجولة الأولى بالمناسبة المجموعة المقابلة المغرب في الصدارة 3 نقاط غانا 3 نقاط غينية والكونه بدون نقاط طيب الترند العالمي والبداية من حساب بريتش فوتبول والحديث عن ليونيل ميسي كلام مهم جدا بخصوص ميسي في الفترة اللي جاية طيب معانا هذا الحساب بيقول ان بعد رحيله عن باريس سان جرمان ليونيل ميسي فاز بجائزة أفضل لعب أجنبي في الدور الفرنسي 2022 2023 طيب حساب برشلونة النهاردة أعلم بشكل رسمي عن صفقة جديدة انضم إلى صفوف النادي الكتالوني اللاعب جندجان نجم منشستر سيتي انتقل إلى بارشلونة صفقة من وجهة نظري مفيدة جدا وقوية جدا للبارسة لكن الجريب بالنسبة لي هذا اللاعب كان مؤثر جدا في السيتي ازاي يرحل وازاي السيتي يسبح برحيله هنا بقى أمور ليه علاقة بالثقافة التفكير لعب خد كل حاجة مع السيتي عايز ياخد تحدي جديد فانتقل إلى برشلونة الأندية واللعيبة بتفكر بالشكل ده ما فيش نادي بيحتفظ باللعب مدى الحياة ولا فيه لعب بيحب يلعب في نادي مدى الحياة الناس في أوروبا بتفكر كده طيب حساب بريال مدريد واللي أعلم بشكل رسمي عن استمرار لوكا مودريدش للمرحلة اللي جاية بصوا موجودين من إمتى قصة مصيرة ومهمة جدا للوكا مودريدش موجود في الريال من 2012 ومستمر حتى 2024 نجب موسط الملعب في نادي الريال طيب المشاركات والسؤال التي رح نفق بداية الحلقة بمنيننا خلاص على أعتب الاحتفال بعيد الأطحى خلال الساعات القادمة وغدا بإذن الله وقفة عرفات كل سنة وحضراتكم طيبين أستاذ عصمت بدأ الإجابة وقال أجمل ذكريات الأعياد مع الأهل الفوز على زعيم الصغر الاتحاد 6-0 في عام 2005 وكمان الفوز على سانداونز 2-0 سنة 2021 بأهداف طاهر سطلانة وصلاح محصد النهاردة طاهر منزل صورة ليه على الانستجرام لابس تي شيرت وعليه صورة الاحتفال بأغنية سطلانة بعد الفوز على الوداد في نهاية دور الأبطال أستاذ هاني أحمد بيقول الأهل معتاد على الانتصارات وإسعاد جماهيرو في المباراة التي ياخدها في الأعياد لتكون بمثابة العيدية والفرحة التي يهديها بشكل خاص لجماهيرو أجمل ذكرى الفوز على الزمالك 2-1 يوم العيد 2006 بهدفين فيلافيو اتحياتي لحضرتك يا أستاذ محمد شكرا لك يا أستاذ هاني أستاذ عمر منصور بيقول مساء الزكريات الجميلة يا أستاذ محمد مباراة الأهل في الأعياد عبارة عن فرحة وسعادة إضافية مع فرحة العيد ودايما للأهل بيوزع العيدية علينا إحنا الأهلوية في العيد لم أذكر في مرة كنت زعلان على الأهل في العيد اسم الأهل تعني عيد رياضي وأخلاقي وعائلة دايما للنادي الأهل مجمع العيلة المصرية سواء في الأعياد أو حتى خارج الأعياد ولكن الفرحة مستمرة مع الأهل في الاثنشر شهر على مدار السنة كل السنة وحضراتكم طيبين وبإذن الله الأهل يسعدنا كمان يوم الخميس اللي جاي في مباراة مهمة جدا مع البنك الأهلي في صراع تحقيق والإعلان عن بطولة الدوري رسميا هتكون في النادي الأهلي بإذن الله وصراع مهم جدا لحسم المسابقة مبكرة وأنا بالتأكيد في الختام بشكركم كمان على حسن المتابعة والمشاهدة ونلتقي بيكم إن شاء الله الإسبوع المقبل بعد نهاية أجازة عيد الأضحى كل سنة وحضراتكم طيبين شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء